بمثل هذه الفيديوهات توفق ميليشيا قاسد تقدمها ضد تنظيم داعش في ديار الزور مكان التقاط الفيديو بلدة سويدان التي أكد ناشطون أن التحالف الدولي نفذ عملية إنزال جوي فيها انتهت باعتقال عشرة أشخاص من إحدى منازل البلدة ثم تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة تلا ذلك تدمير الطائرات الحربية المنزلة المستهدفة بالكامل فيما رجح الناشطون أن الأشخاص المعتقلين كانت تنظيم بصادد تهريبهم إلى مكان آخر فيما أكد آخرون أنهم خلايا تتبع للتنظيم يأتي ذلك فيما تضيق المساحة التي يسيطر عليها التنظيم في بلدة الباغوز وتضيق معها خيارات التنظيم لتتراوح بين القتال حتى الموت أو الاستسلام لقوات قسد أو العبور نحو مناطق أخرى بعدما فشل التنظيم في تمدد نحو البادية العراقية وعليه فقد حاولت بقايا التنظيم العبور نحو البادية السورية وهاجمت مواقع ميليشيات أسد الطائفية وحلفائها في القطاع الشرقي من دير الزور وفق ناشطين ميدانيين وبعيدا عن غبار المعارك بين التنظيم وقسد فقد تحدثت مصادر مطلعة عن مفاوضات بين التنظيم وقوات التحالف الدولي لفتح طريق يخرج بموجبه عناصر التنظيم البالغ عددهم مئة شخص من مناطق سيطرتهم إلى مناطق أخرى غير أن المفاوضات وحسب ذات المصادر لم تكلل بالنجاح لرفض تنظيم الاستسلام بالكامل رغم وعود التحالف بخضوع مقاتله لمحاكمة عادلة بعيدة عن الانتقام لكن الانتقام واقع بحق هؤلاء المدنيين الذين ما انخرجوا من مناطق سيطرة التنظيم حتى تعرضوا لانتهاكات ميليشيا قسد انتهاكات تبدأ من الاستغلال المادي من أجل العبور لمناطق سيطرة الميليشيا ولا تنتهي عند ضربهم في مخيماتهم كما حدث هنا في مخيم الهول شرقي الحسكة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة